الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المفدى للقدرة في سباق 160 كم الدولي في قرية البحرين للقدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي الفرنسية وسباقات القدرة ومعالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة GFH Capital وذلك في ختام مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة بدعم من مجموعة GFH المالية كما توجه سموه برفقة معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة فارس فريق الزعيم معيوف الرميحي بالمركز الثاني وفارس فريق فيكتوريوس عثمان العوضي بالمركز الثالث وقد رفع سموه عظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على الرعاية الكبيرة التي تحظى بها رياضة القدرة من جلالته حفظه الله حيث تعكس هذه الرعاية الرؤية الثاقبة لجلالته بدعم رياضة القدرة في المملكة والتي حققت طفرة نوعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وعاهد سمو الشيخ ناصر جلالة الملك المفدى على بذل المزيد من الجهد للارتقاء برياضة القدرة في مملكة البحرين والوصول بها إلى حدود التطلعات والأمال وأوضح سموه أن المهرجان حقق العديد من الأهداف في مقدمتها القدرات العالية للفرسان والإصطبلات المشاركة مضيفا سموه أن الفرسان قدموا أفضل ما لديهم من مهارات عالية وقدرات كبيرة وقدم سموه تهانيه للفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة مؤكدا سموه أن الفائزين كان لهم الشرف بالتواجد في لوحة الشرف للفائزين في أغلى كؤوس القدرة والذي يحمل اسم الفارس الأول في المملكة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى وأعرب سمو الشيخ ناصر عن تقديره لجهود مجموعة جي اف اتش المالية ودعمها المتميز وهذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام على تكريم أطفال التوحد بعد نجاح البرنامج التأهيلي المشترك بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومركز الوفاء لعادة التأهيل لأطفال التوحد كما قام سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بتكريم الأطفال المشاركين في البرنامج إضافة إلى مسؤولي البرنامج والمدربة المشرفة على تأهيل الأطفال بركوب الخيل آل فارسة هي جمال كما كرم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أصغر فارس في المهرجان وهو الناشئ محمد أحمد من مدرسة المحرق للفروسية هذا وحرص سموه على متابعة سباق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في جميع المراحل مع أنجاله سمو الشيخ شيمة وسمو الشيخ حمد وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة من جانبه عبر معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة جي اف ايش كابيتل عن سعادته بأن تتجدد رعاية مجموعة جي اف ايش المالية للموسم الجديد لمهرجان جلالة الملك للقدرة مباركا لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بهذه المناسبة الحمد لله عليك الحال اختتمنا هذا المهرجان فوز مختلط من استبلات مختلفة وفي النهاية مثل ما قال نهايتها والمسك هو الختام في فوزنا باليوم الرئيسي بكاس الملك مسافة 160 كاستبل بكتوريس لكن أبارك لي كل المنافسة والروح اللي شفناها اليوم ما كانت سهلة وتنظيم ناجح جدا وهذا كان دائما هم من تتعرفها شيئا طبعا اليوم يمكن شاهدنا سباق مميز من المرحلة الأولى إلى الخامسة 160 كيلومتر تغيير المراكز وفي النهاية المفاجآة الحلوة اللي صارت احنا مو بصعبة علينا الـ 160 انما اليوم الصعوبة كانت في تطبيق القوانين الجديدة اللي هي كانت صعبة جدا على الخير لكننا قدرنا على هل فوزي العمر لأول مرة يتم تحويل الكاس إلى مهرجان ما تعليقك على هذا المهرجان لأربعة أيام العام كانت أول نسخة هل سنة ثانية نسخة وإن شاء الله بنواصل على هالأدعات